مرحبا بكم أستراليا تطالب الصين بإجابات حول حادثة الليزر المزعومة في البحر المزعومة أستراليا تطالبا السيئة في البحر Nept إجابات الحمامة عن ال cigarette الأمرمر عن مؤ fraish اخار التالب الأمريز والمستقبل CONСТРАLIA О' AMPLES تطالب أستراليا الصين بالتحقيق في مزاعم استخدام الليزر لإضاءة طائرة أسترالية في المياه قبالة الساحل الشمالي للبلاد في حادث يهدد بتظاهر العلاقات بين البلدين يهدد بتظاهر العلاقات Threatens to worsen relations في المياه قبالة الساحل الشمالي للبلاد in waters of the country's north coast in waters of the country's north coast طائرة أسترالية an australian jet an australian jet مزاعم استخدام الليزر alleged use of a laser أو استخدام الليزر المزء اشتركوا في المياه قد اشتركوا في المياه قبالة الساحل الشمالي للبلاد Australia is demanding China investigate the alleged use of a laser to illuminate an australian jet in waters of the country's north coast in an incident that threatens to worsen relations between the two countries prime minister scott morrison said monday he'd called on the chinese government to explain the dangerous and reckless act allegedly carried out by a people's liberation army navy warship last week قال رئيس الوزراء scott morrison prime minister رئيس الوزراء الاثنين إنه دع الحكومة الصينية لشرح العمل الخطير أو لتفسير العمل الخطير والطائش reckless reckless الطائش الذي يزعم أن سفينة حربية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي نفذته الأسبوع الماضي سفينة حربية سفينة حربية warship warship سفينة حربية جيش التحرير الشعبي بحرية جيش التحرير الشعبي people's liberation army navy navy البحرية navy liberation التحرير أما كلمة «allegedly» يزعمو Prime Minister Scott Morrison said Monday he'd called on the Chinese government to explain the dangerous and reckless act allegedly carried out by a People's Liberation Army Navy warship last week carried out نفذ والفعل هو carry out ينفذ this was dangerous it was unprofessional and it was reckless for a professional Navy and we want some answers as to why they did this Morrison said at worst it was intimidating and bullying وقال Morrison كان هذا خطيرا ولم يكن مهنيا وكان طائشا بالنسبة لقوات بحرية محترفة ونريد بعض الإجابات عن سبب قيامهم بذلك في أسوأ الأحوال كان الأمر مخيفا وتنمرا it was dangerous كان خطيرا it was unprofessional ولم يكن مهنيا and it was reckless وكان طائشا بالنسبة لقوات بحرية محترفة ونريد بعض الأجوبة and we want some answers عن سبب قيامهم بذلك as to why they did this as to لماذا بخصوص لما سبب قيامهم بذلك at worst في أسوأ الأحوال at worst كان الأمر مخيفا it was intimidating وكان تنمرا and bullying bullying they're the ones who need to explain not just to Australia but to think of all the countries in our region he added it could occur to anyone else who's just simply doing the normal surveillance of their own exclusive economic zone واضاف إنهم هم من يحتاجون للتوضيح they're the ones who need to explain ليس فقط لأستراليا ولكن لجميع البلدان في منطقتنا but to think of all the countries in our region region المنطقة he added اضاف يمكن أن يحدث لأي شخص آخر يقوم ببساطة بالمراقبة العادية لمنطقته الاقتصادية الخالصة it could occur to anyone it could occur يمكن أن يحدث occur يحدث يقع to anyone else لأي شخص آخر who's just simply doing the normal surveillance of their own exclusive economic zone surveillance مراقبة Morrison said monday Chinese authorities had not yet responded to his call for answers وقال Morrison يوم الاثنين إن السلطات الصينية لم تستجبت لدعوته للحصول على إجابات حصول على إجابات انسانا حصول على إجابات انسانا حصول على إجابات وقال مراقبة وقال مراقبة عسل وفي مؤتمر صحفي دوري في بيكين قال المتحدث باسم وزارة الخجزي الصينية وانغ وينبين للصحفيين إن السفينة تلتزم بالقانون الدولي أو كانت ملتزمة بالقانون الدولي مؤتمر صحفي بيجين بالعربية نقول بيكين عاصمة الصين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية المتحدث باسم أخبر الصحفيين السفينة كانت ملتزمة بالقانون الدولي وقال وانج المتحدث باسم الخارجية الصينية بعد التحقق مع السلطات الصينية المختصة فإن المعلومات التي نشرها الجانب الأسترالي غير صحيحة المختصة المتعلقة بهذا الموضوع كلمة تعني له علاقة بالموضوع السلطات التي لها علاقة بهذا الموضوع المختصة بهذا الموضوع المعلومات المنشورة من طرف الجانب الأسترالي وقال كذلك الملاحة العادية للسفينة الصينية في أعلى البحار يتماشى مع القانون الدولي والممارسة الدولية ذات الصلة وهو أمر مشروع وقانوني lawful يعني مشروع قانوني legitimate مشروع قانوني completely legitimate مشروع تماما بشكل كامل The normal navigation الملاحة العادية of the Chinese ship للسفينة الصينية on the high seas في أعلى البحار confirms يتماشى مع يتطابق مع confirms to relevant international law للقانون الدولي ذات الصلة to relevant international law and practice والممارسات والممارسات ذات الصلة بالقانون الدولي and is completely legitimate and lawful